من الطين إلى الزجاج كانت رحلة تطور صندوق الانتخابات الذي ظهر أول مرة بالهند العام 920 ميلادي هناك كانوا يضعون أو يكتبون اسم المترشح على أوراق النخيل ويضعونها في وعاء طيني من هنا بدأت الحكاية لكن عملة معدنية يونانية يعود تاريخها إلى العام 500 قبل الميلاد تبين رجلا يحمل ما بات يعرف بورقة اقتراع وهو يهم بوضعها في صندوق مفتوح هو أقرب إلى سلة المهملات منه إلى الصندوق المتعارف عليه لكنها عملة تؤكد قدم استخدام الصندوق في العملية الانتخابية ثم ظهرت سندوق المصنوعة من المعادن والخشب حتى لا تنفذ العين إليها عادة ما تكون ثقيلة الوزن وزن يعكس ثقة للانتخابات في العملية السياسية لأي دولة يحضر الناخبون ليضعوا أصواتهم كما توضح هذه الصورة ولا يمكن للحاضرين معرفة نسبة تقدم العملية على الأقل من خلال عدد الأصوات الموضوعة داخل هذا السندوق هذا السندوق الذي يتوجه إليه الناخبون من الغرفة المعزولة يتجهون إليه مباشرة ليضعوا أصواتهم ويحدد بالأغلبية الإسم الذي يمثلهم طبعا الشخصيات المهمة تتوقف للحظات من أجل توثيق عملية وضع صوتها داخل السندوق كما توضح هذه الصورة عادة ما يكون السندوق متوازل أضلاع لكن لا تتساوى فيه الأصوات بين المترشحين بعد عملية الفرز وتلكم هي حكمة السندوق كانت السندوق في السابق تغلق بالشمع حتى لا يتم التلاعب بنتائجها ثم تحولت إلى القفل المعدني واخترت السندوق الشفافة طبعا لإعطاء مزداقية للعملية الانتخابية وحتى لا يطوف عليها طائف وهم نائمون السندوق هو المكان المناسب لوضع الظرف فهل ستكون الشخصية الخارجة في مكانها المناسب مشاهدنا الكرام هذه سنة ديقنا إليكم وغدا بحول الله يوم جديد إلى اللقاء